بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله المبعوث رحمة مهداء وحقك يا حبيبي إن قلبي يطير إذا ذكرتك في خيالي فكيف إذا رأيت بأم رأسي جمال الحسن في إحدى الليالي صلوا على حضرة النبي صلى الله عليه وآله وسلم اللي احنا عايشين في جماله وفي نوره وفي بركته أيام مباركة أيام ربيع ربيع لما ييجي لازم نعرف حاجة مهمة قوي ربيع لما ييجي هذا توقيته القلوب احنا عندنا ثلاث تقويمات عندنا التقويم الهجري بيبتدي في محر وعندنا التقويم الميلادي بيبدأ في يناير وعندنا تقويم القلوب بيبدأ في ربيع الأول مع ميلاد حضرة النبي صلى الله عليه وآله وسلم فالقلوب بتتنور وتتولد مع حضرة النبي صلى الله عليه وسلم فحضرة النبي علمنا إزاي نفرح به وإزاي نحتفل به حضرة النبي صلى الله عليه وسلم فرحة بميلادي فقال هذا يوم ولدت فيه فاليوم دوت يوم فرح وعلمنا إن شروق شمس النور حضرة النبي صلى الله عليه وسلم كان لازم نفرح بيها ومن نفرحش إزاي وإحنا بيقول الحمد لله على نعمة الإسلام وكفى بيها نعمة بيقول كفى بنعمة الإسلام نعمة وكفى بنعمة الرحمن وكفى بنعمة حضرة النبي صلى الله عليه وسلم حبيب الرحمن نعمة إحنا يا سادة نعمل حلقتين استثنائيتين عن ميلاد حضرة النبي وعن جمال حضرة النبي وعن نور حضرة النبي فالحلقت دي الحلقتين دولة هم حلقتين إحنا سميناهم الغرق في أنوار حضرة النبي والعيش مع أنوار حضرة النبي وإزاي أن ورحضت النبي تطل علينا في حياتنا فاتنور لنا حياتنا كلها ولكم في رسول الله حياة واعلموا أن فيكم رسول الله ولكم في رسول الله حياة العيشة كلها حضرة النبي صلى الله عليه وسلم وأنا النهاردة وفي الحلقتين دولة مش أقدر كل واحد معايا ابني وحبيبي وتنميزي اللي أنا بسعد به بصوته وجماله وحلاوة صلته بحضرة النبي صلى الله عليه وسلم المنشد محمود خليف إزاي يا حضرتك أنا سعيد سعيد بوجود حضرتك معايا وإحنا الحلقة دي حلقة في نور حضرة النبي أول حقيقة نتكلم عن حضرة النبي صلى الله عليه وسلم نتكلم أن حضرة النبي صلى الله عليه وسلم شال عن أمته الكتير حضرة النبي صلى الله عليه وسلم القرآن نزل عليه صلى الله عليه وسلم فلما نزل القرآن على حضرة النبي صلى الله عليه وسلم ربنا بيقول له وهو بيحدثه هو لو أنزلنا هذا القرآن على جبل اللي رأيته خاشعا متصدعا من خشية الله مين أسد الناس خشية إلى الله حضرة النبي بالمعدلة كده كان القرآن لو نزل على قلب حضرة النبي لو هو زي الجبال مفروض يتصدع لكن قلب حضرة النبي ما كانش كده عشان كده كانوا بيسألونا وإحنا أطفال صغيرين يقول لنا إيه اللي أقوى من سبات الجبال نقول لهم قلب حضرة النبي صلى الله عليه وسلم ولزلك ما حصلش أن أرب حضرة النبي تصدع ومع إن الجبال دكت لما تجل الله عليها ولكن أنوار القرآن تنزل على حضرة النبي وخليكم فكرين قوله تعالى كل ده مع قوله تعالى إن سنلقي عليك قولا ثقيلة القرآن الله سبحانه وتعالى بيقول أنه سينزله على رسول الله وهو قول من ثقيل يجلس حضرة النبي وحد من الصحابة فيسند عليه فيحس بالثقل على فخزه وحضرة النبي بيسند عليه وقرآن بينزل عليه لكن اجمع قوله اجمع هذه الآية إن سنلقي عليك قولا ثقيلة مع قوله تعالى ولقد يسن القرآن للذكر فهل من مدكر إيه ده إيه المسافة من بين القول الثقيل و ولقد يسن القرآن للذكر فهل من مدكر حضرة النبي حضرة النبي تلقى ثقة للقرآن فلم يبقى إلا يسره فحضرة النبي يسر كل حاجة وعشان كده النور نحن بنتكلم عنه نور الطريق حضرة النبي صلى الله عليه وسلم ماذا فعل هو معانا في طريقنا ومشي في الطريق ولذلك حضرة النبي لما السيدة عائشة بتقوله كان أخلقه القرآن مشي في كل طريق فيسرهن يسر الطريق ده بإيه باستغفاره فكان استغفار حضرة النبي أحد ممهدات الطريق لنا وعشان كده أي حد فيكم عايز يسلك الطريق إلى الله ويقبل على الله يصلي على حضرة النبي ويروح ويستغفر ويقبل على الله الطريق ميسر ببركة رسول الله صلى الله عليه وسلم ولذلك افتكروا أن حضرة النبي صلى الله عليه وسلم قال من ترك ضياعا فعلي ومن ترك مالا فلورستي الحمد لله ما فيش طريق صعب ما فيش أي نوع من أنواع الخير إلا وحضرة النبي بيقول ما كان من خير إلا ودللتكم عليه فالدليل مهد الطريق هو ده السر في قولي تعالى كل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله عنيمشوا رك يا حضرة النبي لأننا نحن متيقنين أن أنت كلما سرت في طريق يا من أنساك الله رحمة بنا ويا من أنت بالمؤمنين رؤوف الرحيم إنما سرت في الطريق لنتبعك لأنك تمحو عنا كل ثقل وكل تعب ترجمة نانسي قنقر